الغرض connection يمثل هذا الغرض لاتصال الفعلي بقاعدة البيانات وإن .NET تزودنا بنوعين من هذا الغرض الغرض SQL connection والمصمم بشكل خاص لاتصال بMicrosoft SQL Server 7 وما بعد والغرض OLEDB connection والذي يزودنا باتصالات بمجال واسع من أنواع قواعد البيانات إن الغرض connection يحتوي في الخاصية connection string كل المعلومات اللازمة لفتح قناة اتصال مع قواعدة البيانات الغرض command أيضا يمثل بصفين SQL command و OLEDB command ويمكن استخدام هذه الأغراض لتنفيذ stored procedures على قواعدة البيانات وتنفيذ أوامر SQL أو إرجاع جداول كاملة بشكل مباشر وتزودنا هذه الأغراض بثلاثة methods تستخدم لتنفيذ أوامر على قاعدة البيانات أولا execute non-query تنفذ الأوامر التي لا ترجع قيمة مثل insert, update, delete ثانيا execute scalar ترجع قيمة وحيدة من استعلام في قاعدة البيانات ثالثان execute reader ترجع نتيجة توضع في الغرض data reader إن الغرض data reader بخلاف مكونات data provider فإن أغراض data reader لا يتم خلقها بشكل مباشر وإنما ترجع كنتيجة للمثل execute reader للغرض command حيث المثل sql command.execute reader ترجع غرض sql data reader والمثل oledp command.execute reader ترجع غرض oledp data reader الغرض data reader يزود التطبيق بصفوف أو أسطر البيانات بشكل مباشر ترجع غرض